السلام عليكم طبعي قناة ايه زي ارنا عاملين ايه رب كنوا بخير معانا موقع النهاردة ممتاز جدا بيديك 100 روبل هداية التسجيل من الموقع وتقدر تسحب منه مجانة من غير ما تعمل اس smart نروح على الموقع على طول الموقع هو اسمه سايبر دراجون لو نزلنا هنا هنلاقي الموقع بيقول لك 100 روبل مكافئة التسجيل no money withdraw money withdraw without invest تقدر تسحب من غير الس smart زائد 200 silver لكل احالة وبيقول لك 20% من الاحالة بتخدهم على رصيد السحب في بونس في الموقع بونس كل خمس دقيق وبونس كل ساعة وبونس كل 24 ساعة نروح نسجل في الموقع هندوس على ارجستير هي يظهر لنا الصفحة دي طبعا الموقع بالروسي وبيتترجم بالانجليزي من جول ترانسليت تكتب الوزرنين بتاعك والايميل والباسورد وبتالي الباسورد ده مرة تانية تكتب المحفظة بتاعتك وتعلم على علامة صاحيانة وتحل الكابتشا وتدوس على الصين اوب طبعا احنا عندنا حساب في الموقع في المصحة تسجيل بنروح عند الصفحة دي نكتب البيانات بتاعتنا وبنحل الكابتشا وبندوس تسجيل هيظهر معنا الدجبر دي طبعا الاكامل ده انا كنت لسا عاملو بسا ما شارتش في اي حاجة انا انا قلت عشان اشرح وعريكو كل حاجة ازاي هتقدر تعملها اول ما هتخلش هيقولك ان انت اليوزرنين بتاعك وكلام ده ان انت معاك عشرة تلاف سيلفر في رسيد الشراء طبعا العشرة تلاف سيلفر دول اللي هم ميت روبل اول حاجة هتعملها ايه هتروح في القايمة دي على حاجة اسمها باي هيرو القايمة دي هتختارها منها باي هيرو هيفتح معاك النموذج ده كده هتلاقي اول شخصية الشخصية دي بتقولك بمية سيلفر بتديك سبعة كوين كل ساعة والشخصية دي طبعا احنا معانا داخلين معانا عشرة الاف هنختار الشخصية دي مرتين هنشتريها هندسها على باي اهو بيقول لنا ان احنا كده معنام الشخصية دي واحد هنشتري مرة تانية ههو كده اشتريناها مرتين طبعا زي ما قلنا ان الشخصية دي بتدي اه تلتمية وسبعين كوين في الساعة بعد كده عايزين نشوف الحاجة بالترتيب هنا لو دوسنا عليها بتخش اجدام مع الكون طبعا لسه هي عاملة مية تمانية وخمسين كوين لو دوسنا على كوليكت شوفها يجيب لنا ان هو جمعهم بنجاح بس اه تقدر تعملها مرة كل عشر دقايق طبعا معاك مبلغ كبير بتجمع كوين ده كله وهنا في حاجة اسمها كوين اكس اتشانج بتغير الكوين ده بسيلفر عشان تقدر تسحب السيلفر طبعا احنا ايه لسه المبدلين دلوقتي مية وستين كوين هيبقى لو جيت تبدلهم اكس اتشانج هيجي لك واحد دوت ستين سيلفر دي كده ازاي تقدر تحول بعد كده عندنا هنا اليور ريفرال اللي حالة بتاعتك بتكسب عشرين في المية تقدر تاخد البانر ده والكلام ده هنا اللوتري طبعا هدايا الموقع عاملها اللي هو شغل بقى ان بقيت اكتلية نصيب من الاخر بتخش بتسجل بتقعد تشتري بتشوف انت هتكسب في الاخر واللا بعد كده هاي الاكسنجر بتقدر انت تبدل من رصيد الشراء من رصيد السحب اسف لرصيد الشراء وبقولك بتاخد 250 في المية بعد كده بقى هنيجي عند البونس اول حاجة في بونس كل خمس دقيق لو دوسنا كده عليها هينزل بقولك هل الكابتشا وبتاخد من تلاتة لسبعة يعني نحل الكابتشا كده جيت بونس اهو خدنا تلاتة سيلفر اه بكده البونس كل ساعة بيقولك بتاخد من خمسة لعشرين هنحل الكابتشا ندوس على جيت بونس اخدنا سبعة سيلفر في بونس كل 24 ساعة لها دايلي بونس ما انت عايز تشتغل الموقع ده هتخش تغل تجمع كل يوم وهتقدر تسحب من غير اي استثمار بقولك انت هكي لك من عشرين ليميت سيلفر فهندوس على جيت بونس جلنا واحد واربعين سيلفر بعد كده في هنا الويس درو بونس بيقولك ازا بونس اه اربع عشرين بتقدر تسحب بعد واربع عشرين ساعين تسجيلك بتدوس على جيت بونس جالك خمسة هننزل تحت تبقى بالانس بيجيب لك ان الرصيد معك لو انت عايز توضع في الموقع وتشتري شخصيات طبعا الميت روبيل بيجيلك زايد ان في مكافئة امتين في المية على الاضع بتاعك فيعتبر هيجيلك تلاتين الف سيلفر تبقى عشر الميت روبيل بعشرة الف سيلفر وزايد المكافئة الموقع عاملها فيجيلك المبلغ ده هتدوس على اردر باي منت اما تقص تسحب الموقع بتكتب طبعا الحد الادنى هو ميت سيلفر فبيجيلك ميت سيلفر دول بيعتبر واحد روبيل فانت بتكتب المبلغ هنا وبتدوس تحل الكاباتشا وتدوس على اردر باي منت هنا احنا عندنا في رصيد الشراء واحد وخمسين وفي رصيد السحب معانا خمسة نقدر نسحبه بس الخمسة طبعا احنا الحد الادنى زي ما قلنا 100 طبعا نستعمل الاكاونت دول فانت تقدر تسجل تعمل اكاونت تسيبه يعني مع نفسه تسيب الموقع دول مثلا فترة اسبوع ولا حاجة وتيجي تلاقي الارباح نزلتك تسحبه كلها مرة واحدة او تقدر تسحبه عمام الموقع دول ما فيش اي مشاكل طبعا الموقع ده في تاني يوم دي لو نزلنا هنا هنلاقي ان دي احدث الوضع في الموقع دي احدث السحبات كده هنخلص الشرح النهاردة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته